اشتركوا في القناة 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 هذا مكسب بل هذا فتح واذا جاء نصر الله والفتح وليس فقط فالضربة العسكرية وتخلخل الوضع الامن في الكيان المؤقت المسألة الثانية هي مسألة ما بدأنا كلنا نتابعه بسخرية قضية من يتبنى موضوع المسرحية ان هذا الضربة مسرحية كيف ان هذه الهجمة الممتدة من انتصار الجمهوري الاسلامية لليوم تعرض خط الامام الخميني وخط الولاية الى شتى انواع التشويه والطعن والاتهام من اجل التضعيف واخلاء الساحة المؤيدة له اليوم نجد اصحاب هذا المعسكر يعني يزدري بهم كل الناس اليوم اذا تريد اليوم تجد تتابع في الفضائل الكتروني او غيرها الكل يستخف باصحاب نظرية المسرحية لان هنا هيك من قوة واقتدار الضربة الايرانية وهذا الاقتدار نحن جئنا مباركين سعادة السفير وكما قالت وتفضل سماعة السيد سماعة الشيخ التبريك لانفسنا اولا لاننا في مركب واحد ونحمل راية واحدة وان شاء الله تحت راية السيد القائد نصره الله يتم النصر المؤزر وتتم ازالة هذا الكيان الغاصب كما وعدنا الامام الخميني وانرميه في البحر ان شاء الله مبارك وكل التهنئ لكم من صميم قلوبنا البعض حتى المؤيدين والمحبين للجمهورية الاسلامية كانوا ينتظرون ردا منذ مدة طويلة ينتظرون ضربة منذ مدة طويلة انا قلت ان هذا الكيان وصل الى الحد الذي اقتنع به من ان استراتيجية الصبر الاستراتيجي والتي اعتمدتها الجمهورية الاسلامية وهو موقع ضعف مما جعلهم يتجاوزون ويتطاولون على السفارة هذا الرد حقيقة فيه كثير من الرسائل والنتائج والتي لا يسع الوقت ان نحلل انعكاساتها على الوضع الاقليمي وكذلك الدولي اقول ان من اكثر النتائج التي برزت وافرزت ما اشار الى الدكتور وايضا اقول ان البوصلة التي انطقت عليها الولايات المتحدة اكثر من 500 مليون دولار لتدار من الكيان الصهيوني الى العداء الى الجمهورية الاسلامية حقيقة كثير من العرب المغرر بهم بالعراق وفي دول اخرى غيروا بوصلة العداء من الكيان الصهيوني الى جمهورية ايران الاسلامية وهذه تحت ظل القنوات وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي انطقت عليها الكثير الولايات المتحدة وكذلك اسرائيل اليوم هذه البوصلة بدأت تعود لان الغشاوة فعلا قد رفعت عن الاعين التي كانت ترى ان الجمهورية الاسلامية عدوا من قبل العرب وانا تحدث عن المغرر بهم الذين كانوا يعتقدون كذلك ايران في خطوتها هذه عززت في انفس الجميع المسلمين عموما بحيث بدأ يتحدث ابناء المذاهب الاخرى من ان النصل الاسلامي الاوحد الان في الجمهورية الاسلامية وعلى رأسها السيد الخامناء في قرارات الجريئة فالمذخرة حقيقة صارت وصرنا نفتخر كشيعة ومذهب اهل البيت باننا ننتمي الى هذا المذهب الذي يحمل لواءه او تحمل لواءه الجمهورية الاسلامية وهو المدافع الان عن القضايا المصيرية للمسلمين عموما وكذلك لما يحمله مذهب اهل البيت نبارك لانفسنا ونبارك لكم هذا الرد الصاعق ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الجميع شكرا جزيلا اخوتي احبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة اليوم جئنا لنتهادى التهاني والتبريكات فيما بيننا متمثلة بالاخوة من رجال الدين والاخوات الفاضلات والاساتبة الاخوة الاعزاء وما بين من يمثل امتداد الجمهورية الاسلامية ووجوده الان كممثلية السفارة والاخر السيد السفير حدوه الله نتهدى التهاني لما تحقق من انجاز عظيم ولما يسمى على سبيل او على مستوى الامر العسكري بانها ضربة عسكرية ولكن نحن في قراءاتنا نقول ان هذه الضربة كانت نعم ضربة عسكرية ولكنها تحمل رسالات متعددة فانها حملت الرسالة الاولى على المستوى العقائدي بان هؤلاء هم السلف لذلك الخلف الذي لم يعرف لمقارعة اليهود الا من هم حملوا مشروع امير المؤمنين واهل البيت صلى الله عليه وسلم هذه الحالة اكدت واثبتت القراءة التاريخية الموجودة الثاني على انه هؤلاء الذين قاموا بهذه الضربة والمتمثلة برجال الجمهورية الاسلامية هم الذين متحملون ويتحملون المسؤولية لمقارعة الظلم والانتصار للمظلومين والمضطهدين من شعوب العالم الامر الثاني حقيقة والذي هو من اهم ذلك هذه الرسالة غيرت القراءات والمجريات فمن من يتابع الاحداث والامور والروايات التي تقول في خصوص ما يختصه في ظهور الامام سلام الله عليه ان الامام سلام الله عليه من ادوات الانتصار له من قبل الله ان الله ينصره بالرعب وقد قرئنا ويقرأ المتتبعون بان الرعب الذي دب في صفوف امريكا والمانيا واليهود هو ذلك الرعب الذي يصفه الله وهي بداية الرعب الذي سوف ينزل مقدمة الانتصار الامام الحد صلوات الله وسلامه عليه وعد الله تعالى فرجه الشريف نحن من خلال جنابكم الاخ السفير نود نقل تهانينا الى الشعب الايراني والى القيادة العسكرية الايرانية والى سماحة السيد الولي علي الخامنائي نصر الله عن يديم ضله وان يجعل على يديه ويدي هؤلاء الاتقياء الجنج الذين حملوا ولاية الاسلام النصر والفتح القريب بمحمد وآله وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم والحمد لله أولا وآخرا الجمهورية الاسلامية هي ليست الوحيدة في هذه المعركة وبحمد لله أن هناك اليوم الانتصارات متكررة في اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق والآن هناك تغيير في موازن القوى في العالم حقيقة الآن انكشفت أمامنا يعني حقيقة ضعف الكيان الصهيوني وأيضا ضعف الولايات المتحدة الأمريكية الآن هم غير قادرين على مواجهة المقاومة الحوثية في اليمن اللي هي مقاومة فاقدة لكل إمكانيات ولكن هم لديهم الله سبحانه وتعالى بنفس الوقت تجستت لدينا المقولة الإلهية بأن العزة لله والرسول هو المؤمنين حقيق بإمكانيات البسيطة الآن الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يواجه المقاومين في غزة وفي نفس الوقت أعتقدهم غير فاهمين إلا أن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم هي مدرسة اللي يقول فيها الإمام لسنا على العقاب تدمى كلامنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء والمدرسة التي تقول فيها زينب عليه السلام بالموت تخوفني يعني حقيقة هذه المدرسة هي مدرسة أهل البيت ما خشرت في يوم من الأيام على مدى التاريخ ونحن متأقنين بأن هذه المدرسة لن تخسر في الأيام القادمة وأن النصر حليف هذه المدرسة التي هي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم ومسددة بدعاء الإمام المهدي سلام الله عليه فحقيقة نحن معكم كلمة وقول وفعل وأنا بالنسبة لي كعميد كلية الأداء في جامعة بغداد أيضا أنقل دعم جامعة بغداد أسادة وموظفين وطلابا للجمهورية الإسلامية في إيران وهذه المعركة هي معركة الحق ضد الباطل معركة المستضعفين ضد المستكبرين والوعد الإلهي بالنصر قائم ونحن متأكدون إن شاء الله بأن النصر حليف المؤمنين وأن النصر قريب بإذن الله وفقكم الله ونسأل الله لكم التزديد وشكرا جزيلا لهذه الفرصة التي تحت الفرصة الحديث شكرا جزيلا قال تعالى في محكم كتابه الحكيم وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهِ مَنْ نَصَرَهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلْيَنْصُرُ اللَّهِ مَنْ نَصَرَهِ المهم النقطة هنا أن هذه الجمهورية الإسلامية ليس هذا النصر الأول الآن هذه نتائج لانتصارات سابقة في زمن صدام العالم كله كان متحد ضد الجمهورية الإسلامية كنا على جبهات القتال نلاحظ طائرات الواكس وهي تساعد صدام لضرب الجمهورية الإسلامية كانت الحدود الكويتية العراقية مفتوحة ليل نهار في تزويدهم بأنواع الأسلحة والجمهورية الإسلامية ليس لها قطع غيارة حياناً ولكن قطع غيارهم كما نقل المرة رحمة الله عليه صياد شيرازي يقول بعد أن اتفقنا أن نشتري بعض القطع من اليابان بأسعار غالية لأنه تعرفون علاقات إيران مع أمريكا مقطوعة والطائرات والأسلحة أغلبها أمريكية فيقول عندما ذهبنا بعد الاتفاق على مائدة الأكل صياد شيرازي يقول هذا وزير الدفاع الياباني قال إحنا قطع الغيار اللي جاين عندنا تريدوهم ما موجودة لا بشلون اتفاق وتوقيع قال لا ما عندنا أنت لان قطعكم قطع غريبة يا صاحب الزمان أدركنا يا زهراء يا حسين من يجيبتش قطعنا الغيار حتى نطيكم إياه فهذه كانت من النقاط المهمة الاعتصام بحبل الله وأهل البيت صلى الله عليه وسلم هذه قضية فالامتدادات وقد حاول كثيرون بقتل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بقتل سيد البيهشتي كانوا يظنون أن الثورة تنتهي ولكن الإمام كان يقول إنها خيرست هذا خير وكل أبناء الشعب العراقي رجائي وكل أبناء الشعب العفن الإيراني رجائي وباهونار وبهشتي فهذه عظمة الثورة لم تنتهي أيها الأخوة وهذه الانتصارات الأخيرة هي امتداد لتلك الانتصارات التي قام بها الإمام وتوجها السيد القائد الإمام الخامنائر الله يحب الله إن شاء الله وهنا أحاول أن أثبت نقاط أن الجمهورية الإسلامية حققت معادلات قرآنية المعادلة الأولى يقول من كان مع الله كان الله معه هذه القضية ثبتت أن الفقراء وأن الناس الضعفاء الذين يكونون مع الله أقوى من كل القوى التي موجودة في الأرض وفعلا في لبنان وبالله عليكم في اليمن يقاتلون بعضهم حفات ولكن أمريكا تخاف من هؤلاء الحفات لأنهم مع الله من كان مع الله كان الله معه هذه نقطة مهمة حقيقية تدلنا على أن الإسلام دين حقيقي وقد حققت الجمهورية الإسلامية هذه المعادلة من خلال طرح القرآني النقطة الثانية أن الجمهورية الإسلامية الآن تعتبر دولة عظمى بل هي أعظم من العظمى والدليل كم دولة الآن؟ إسرائيل مو هي وحدة أمريكا اعترفت وإرماني اعترفت وفرنسا كلهم وقفوا مع هذا النظام اللعين الغدة السرطانية رحمة الله على الإمام حينما سمها والجمهورية لوحدها والآن محتارين هل هناك رد بالمواسي؟ هل هناك رد عسكري؟ هل هناك رد آخر؟ محتارين ماذا يردون؟ والجمهورة الإسلامية عايشة بكل رأسا فتحت المطارات وخلت الأمور هذه مو دولة عظمى هاي أعظم من العظمى هذه الدولة تواجه هذه الدول الكبرى بايدن يصدر لا إسرائيل بعددت حارشين تركينا يمعوده هذه ترى مو إيران بناءنا اللي چنا نصورها خلتوا حتى سميت تلك الليلة بالليلة الدراماتيكية من ما شاهدوا مثل هذه الليلة هذه دولة عظمى النقطة الثالثة عندما نقرأ التاريخ السياسي للثورات العالمية أغلب الثورات هذا أكررها وعيدها دائما أغلب الثورات عندما يموت القائد تنتهي الثورة عبدالقادر الجزائري مات ماتت الثورة معه عمر المختار مات ماتت الثورة معه أغلب الثورات لكن ثورة الإسلامية عندما يرتفع أو عندما ترتفع روح الإيمان الخميني إلى الله وإذا بهذه المدرسة تتناسل فتكون هناك قيادة إن لم تكن كالخميني فهي ليست أقل من قيادة الخميني ألا وهو الإمام القائد السيد الخامنة الذي وقف بكل شموخ وهو ينظر إلى العمليات كيف تجري في تلك الليلة هذا دليل على عظمة هذا الإسلام وعلى أن هذه العمة هي التي تنتصر عمة أهل البيت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جمهوريتنا الإسلامية وقيادتها الحكيمة وشعبها وجيشها وفي كل مكان ستكون لجمهور الإسلامية أقول لكم والله في كل قلب مؤمن وجود لهذه الجمهورية الإسلامية نسأل الله لهم النص والتوفيق ونسأل من الأخ سعاد سفير أن يبلغ عن هذه الثلة الطاهرة بمختلف فئاتها من علماء وأساتذة وشيوخ والنساء مؤمنات أن العراق هو لا زال امتداد للجمهورية الإسلامية ونحن في خدمتهم في كل لحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستمر إياكم مشاهدينا الكرام بتغطيتنا وأيضا نلتقل مع سعادة السفير محمد كاظم اليوم نتحدث عن هذه الزيارة اللي كان حضر بيها وفد من المجلس الأعلى كيف نتحدث لنا عن هذه الزيارة بسم الله الرحمن الرحيم نشكر المجلس الأعلى قيادة وكوادرا وجمهورا على هذه المبادرة في زيارتهم سفارة الجمهورية الإسلامية لتقديم التهاني بما قامت به الجمهور الإسلامية العملية التأديبية للكيان الصهيوني الغاصب المؤقت وهي حقيقة كانت أفرحت وأثلجت صدور كل المسلمين والأحرار في العالم فنشكرهم مرة أخرى على هذه المبادرة الطيبة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هذا مقترح من المجلس الأعلى ثورة إسلام في العراق أنه مجموعة من فصائل الشعب بنتجة متفرقة من العلماء والمشايخ والمساء والمثقفين وأساتذة الجامعة يأتون للمباركة الجمهورية الإسلامية باعتبار السفير الجمهورية الإسلامية يمثل الجمهورية الإسلامية على هذا النصر العظيم الرد التأديبي على ما عطلته إسرائيل من جريمة بحق القنصلية الإيرانية في دمشق وكسر شوكة إسرائيل وهذا أول عمل بهذه الضخامة كسرت شوكة إسرائيل وكسرت هذه المقولة التي تقول بأنه جيش إسرائيل لا يهزم وأدت هدفها حققت هدفها بشكل تام الجمهورية الإسلامية وضربت المواقع التي تريدها فبالنتجة هذا نصر ليس للجمهورية الإسلامية فحسب وإنما للإسلام بل لمستضعفي العالم فالحمد لله رب العالمين نحن مبارك لصاحب العصر والزمان ولي الفقه ولي علمائنا العظام ولمستضعفي العالم هذا الانتصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما النصر إلا من عند الله نظرا للنصر العظيم الذي شاهدناه والذي حققته الجمهورة الإسلامية وعرفه العالم قوة هذه الجمهورية هذه الدولة التي تعتبر الدولة كانت مستضعفة ولكنها انتصرت على قوى الكبرى لهذا النصر نحن نجيئنا لنهنئ الجمهورية الإسلامية من خلال سفارتها ولسعادة السفير في هذا البلد في العراق العزيز بلد العيمة بلد أهل البيت بلد المرجعية بلد الحوز ولذلك نحن نعتبر هذا النصر هو نصر الإسلام وهو حينما تنتصر الجمهورية انتصر الإسلام منصر لنا ولكل المستضعفين في الأرض نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا النصر الذي انتصرت فيه جمهور الإسلامية على قوى كبرى كأمريكا وفرنسا وألمانيا وهؤلاء اشتركوا بشكل علني وكانت لهم دفاعات لصد هذه الصواريخ وهذه الطائرات وهذا دليل على أن هؤلاء إنما يريدوا إسقاط هذا ولكن نهيد الله فوق أيديهم بالعكس الجمهور الإسلامية انتصرت والآن هم في حالة حيرة ماذا يقومون بعمل؟ كيف يترد؟ ولكنهم يقولون هايهات ما دمنا مع الله فإن الله معنا إن شاء الله حقيقة مبادرة من سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي لكل كوادر المجلس أعلى بتقريم التهنة والتبريكات إلى ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق سعادة السفير على هذا الانتصار الباهر اللي هو حقيقة أفلج قلوب المحبين والمؤمنين بهذه الهجمة الأخيرة اللي اعتبرت تأديبية للكيان الظالم الغاصب المحتل والحمد لله والشكر لله قدمنا التهاني وحقيقة التهانية تعدت أبعد الحدود بالبداية إلى مقام صاحب العصر والزمان ولا مراجعنا العظام ولا كل المحبين لهذه الجمهورية الإسلامية التي دافعت وتدافع وستدافع عن حقوق المظلمين في اللي بقى عليكم السلام عليكم حقيقة أشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا ونكون أحد المهنئين في هذه الضربة الإلهية والكيان الغاصب حقيقة اللي انتظرناها كثير شعوب عربية شعوب إسلامية شعوب منتفضة ضد الاستكبار العالمي تنتظر هذا الضربة والله سبحانه وتعالى وفقنا وكنا أحد المهنئين لجمهورية الإسلامية قدمنا التهاني وتبريكات إلى سعادة السفير لإيصالها إلى القيادة الحكيمة في الجمهورية الإسلامية وإلى الشعب الإيراني البطل المكافع المجاهد شكراً لهم وإحنا مؤازرين ومعهم إن شاء الله في خندق واحد ضد الاستكبار العالمي إذن مشاهدين كرام شاهدنا من خلال هذه التهاني وتبريكات من قبل شيوخ عشائر ورجال دين وأيضاً إعلاميين داخل السفارة الإيرانية وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكراً جزيلاً وإلى اللقاء اشتركوا في القناة